ترجمة نانسي قنقر وإرادة ملكية من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه كانت ولا تزال تحقق على أرض الواقع النتائج المنشودة وتبث الطمأنينة لكل من يعيش على أرض مملكة البحرين وقد قمنا بتشكيل فريق عمل وطني برئاسة ولي عهدنا لوضع وتنفيذ خطة الطوارئ متكاملة نتج عنها العديد من التدابير الوطنية وفق أفضل الإجراءات والممارسات الوقائية والعلاجية من أجل المحافظة أولا وأخيرا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء كعادة التوجيهات الملكية السامية بالنهوض بالوطن والمواطن مثلت التوجيهات الملكية الدائمة لمواجهة جائحة كورونا منذ بدايتها إمدادا من الأمان والاستقرار فمنذ بداية الجائحة أكد جالة الملك المفدى أيده الله أن البحرين لن تتوانى عن دعم أبنائها وفي مثل هذه الظروف يتحتم علينا أن نلتزم بنهجنا الوطني القويم في حماية وتقديم المصلحة العليا للوطن وهو أمر ظاهر للعيان في سلوك أهل البحرين الكرام ببذلهم المخلص وانضباطهم الذاتي ووعيهم المسؤول جلالته وصف أهل البحرين بالمعدن الأصيل في وقت الشدائد والأزمات وكيف لا ومدرسة جلالته الوطنية الأبوية الحانية علمتنا الالتفاف يدا واحدة حول قائد فذ يرى بأن المواطنة هو ثروة الوطن وأنها لفرصة طيبة نجدد فيها مشاعر الفخر بالمستوى المشرف الذي رافق مراحل العمل في مكافحة الجائحة وقاد عملياتها الشاملة ابننا العزيز وولي عهدنا الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة فكان محل النفس في حمل هذه المسؤولية الجسيمة وكما أمرنا ووجهنا ولا نبالغ قولا بأن النموذج البحريني في مواجهة هذه الأزمة الصحية استطاع أن يحقق صيتا عالميا وموقعا رياديا لا يقل شأنا ولا تأثيرا على صعيد أفضل الممارسات الدولية وقد أبهرتنا قوة الإرادة الوطنية التي جسدها المواطنون الكرام في مواجهة هذه الشدة والتي نتمنى زوالها زوالا عاجلا بإذنه تعالى جلالة الملك المفدى بعد توجيهاته الأخيرة في مواصلة الدعم للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا يؤكد لنا جميعا بأن مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار وهذه الترجمة الحية لأقوال جلالته أيده الله تجدد العزم لكافة أبناء المجتمع البحريني في النهوض بمملكة البحرين لتجاوز آثار هذه الجائحة